بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه حمدة السالك وعدة الناسك ويسن قلم غفر وقص شارب ونتفو إبط وأنف لمن اعتاده وحلق العانة وهذه من سنن الفطرة قد جاء في الحديث عن أبي رئيس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتفو الإبط وقص الشارب حديث متفق عليه تقليم الأظفار يعني قصها هذا مجمع على أنه سنة بإجماع العلماء ويستوي في ذلك الرجل والمرأة فيستحب للمرأة وللرجل أن يفعل ذلك ثم الشافعية أو بعض الشافعية ذكر في ذلك كيفية ومن ذكر ذلك الغزال رحمه الله تعالى فقال يبدأ بالمسبحة وهي هذه ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم خنصر اليسرى ثم بنصرها ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام ثم إبهام اليمنى هكذا ذكر الغزالي رحمه الله تعالى الترتيب لكن هذا استحباب منه رحمه الله تعالى يعني لم يأتي في ذلك دليل إلا أن النووي رحمه الله تعالى قال عن قول الغزالي والذي ذكره الغزالي رحمه الله تعالى لا بأس به إلا في تأخير إبهام اليمنى فلا يقبل قوله فيه بل يقدم اليمنى بكمالها يعني يقدم اليمنى بكمالها ثم يشرع في اليسرى طيب وهناك ذكر في هذا حديث كأنه لكن الحديث هذا الذي ذكره الغزالي باطل كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى قال باطل لا أصل له طيب وأما الرجلان قال فيبدأ بخنصر اليمنى ثم يمرها على الترتيب حتى يختم بخنصر اليسرى خنصر هو هذه يعني يبدأ بهذه من هنا وينتهي هذا في الرجل وينتهي بخنصر اليسرى طيب متى هل هناك وقت محدد لقص الأظفار تقليم الأظفار لم يأتي دليل على تحديد وقت يعني أنه يستحب كذا في قص الأظفار فالعبرة في هذا بطولها متى طالت قلمها متى طالت قصها متى طالت الأظفار يقصها ويختلف هذا باختلاف الأشخاص والأحوال فأشخاص تنمو بسرعة عندهم وأشخاص تتأخر نعم وأما الحديث الذي جاء في الصحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار وندف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة لكن هذه الحد هي الحد الأقصى يعني الإنسان لا يتجاوز هذا الحد قبل ذلك كل ما قالت يقصها فالمقصود بهذا الحديث أنه يعني كلما أنه لا يتجاوز أربعين ليلة إذا تجاوز أربعين يومة الليلة تكون تكثر يسبح شكلها غير يعني ليس بتلك الصورة الحسنة طيب والشافعي رحمه الله تعالى قد نص على أنه يستحب للإنسان تقليم الأظفار في كل يوم جمعة كذلك إزالة هذه الشعور طيب وأما قص الشارب فأيضا متفق عليه على أنه سنة يسن الإنسان أن يقص شاربه وهذا بخلاف ما ينتشر عند بعض الناس أن نترك الشارب من الرجولة وكذا لا نقول هذا خلاف السنة نعم ربا هذا موجود هنا أيضا بعضهم يجعله كبيرا جدا يعني هذا خلاف السنة خلاف السنة طيب ودليله عدة أحاديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حف الشوارب جز الشوارب أرفر لحاو وحف الشوارب طيب قال أيضا من أحاديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منها من لم يأخذ من شاربه فليس منها منظروا يعني حديث فيه تغليض على من يفعل ذلك والحديث رواه الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه السنن وقال حديث حسن صحيح قال حديث حسن صحيح طيب ضابط قص الشارب كم يقص من هذا الشارب قال الضابط هو أن يقص حتى يبدو طرف الشفة حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله يعني لا يحلقه حلقا هكذا في مذهب الشافعية أنه لا يحلقه حلقا هكذا في مذهب الشافعية وبعض العلماء يستحب الحف يعني يحفه من أصله تماما طيب وهؤلاء يستدلون برواية منها جز الشوارب أنهيك الشوارب لكن عندنا هذه محمولة عند الشافعية محمولة على الحف من طرف الشفة لا من أصل الشعب يعني حفها من هنا وليس حفا من الأصل هكذا حمله الشافعية والآخرون قالوا لا ظاهروا الأحاديث حف الشوارب يعني حلقوها كلها حلقا تاما نعم وكل القولين محتملا قولان محتملا لهذا لا يشنع على من فعل ذلك و نعم طيب قال أيضا من السنن حلق العانة حلق العانة وهو أيضا متفق على أنه سنة متفق على أنه سنة وأما بالنسبة طيب والمرأة إذا أمرها زوجها بذلك فإنه يجب عليها وجوبا إذا أمرها زوجها بذلك واضح جناد يعني يعكر عليه الاستمتاع وهذا أيضا إذا إذا لم يفحش أما إذا فحش فإنه يجب قطعا إذا فحش مثلا هذا الشعر فإنه يجب قطعا حلقه على المرأة طيب والسنة في العانة الحلق سنة لأنه الذي جاء في الحديث هو الحلق الذي جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الحلق لكن لو نتفى الإنسان نتفن أو قصه قصا أو أزاله بمادة من المواد الآن بعض الناس يستعمل نور أو يستعمل أشياء في الشعر فيزول هذا الشعر مباشرة فلا بأس بذلك لا بأس بذلك لكن هذا خلاف الأفضل هذا خلاف الأفضل طيب وأيضا حلق العانة كما هو معلوم يعني يتولاه الإنسان بنفسه ويجوز أن يولي زوجته أو جاريته طيب والتوقيت توقيته كتوقيت قص الشارب يعني متى ما طال قص متى ما طال حلقة متى ما طال هذا الشعر حلقه نعم لكن إذا أخره لا يجاوز أربعين يوما لا يجاوز أربعين يوما طبعا هذا الحلق ذكر الفقهة أن هذا الحلق إنما هو في حق الرجل وأما المرأة فالمستحب لها النتفو فالمستحب لها النتفو والخنثى مثلها والخنثى مثلها هذا طبعا لتعليل يعني يعرف معلوم يعني أن الحلق أليق بالرجل وأما النتف فهو أليق بالمرأة أليق بها وأحسن لها واضح طيب بعض الفقهة الشافعية ذكرون في هذا تعليل يقولون إن الحلق يقوي الشهوة والنتف يضعفها فوقوة الشهوة أليق بالرجل وضعفها أليق بالأنثى نعم ما كذا ذكروا فالمهم الضابط في هذه الأمور أنه كل ما قالت يحلق لكن لا يتجاوز أربعين يوما هنا ذكر في المتن أيضا أنه كذلك يستحب نتف شعر الأنف لمن اعتاده يعني إذا كان الإنسان اعتاد أن ينتف شعر أنفه التي في الداخل فهنا أيضا يستحب له ذلك إذا اعتاد هذا الأمر نعم ثم قال رحمه الله تعالى والاكتحال وطرا ثلاثا في كل عين يعني أيضا يستحب للإنسان أن يكتحل وطرا ثلاثا في كل عين يعني وطرا وهذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج وهذا الحديث رواه أحمد وحسنه النووي رحمه الله تعالى وأيضا يستحب أن يكون في كل عين ثلاثا بحديث بن عباس رضي الله ونمان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر يعني يقوي البصر يقوي البصر الإثمد هذا لكن هو نوع من أنواع الكحل وليس كل الكحل بالمجمل الكحل مفيد للعينين فليهذا الإنسان يعني يستحب له أن يكتحل نعم وهذا الحديث عليكم بالإثمد فإن وجل البصر وينبت الشعر قد صححه يعني رواه الترمذي وأبو داود الطيالس في المسند والبيتقي في السنان الكبرى قد صححه الألباني رحمه الله تعالى وكذلك صححه أبو إسحاق الجويني رحمه الله تعالى في المنيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة فالحديث صحيح فليهذا يستحب الإنسان أن يحرص على ذلام قال رحمه الله تعالى وغسل البراجم وهي عقد ظهور الأصابع يعني أيضا يستحب الإنسان أن يغسلها هذه العقد ظهور الأصابع هذه يستحب الإنسان أن يغسلها ويغرس على غسلها ويتعاهدها في أثناء الوضوء ونحو ذلك قال رحمه الله تعالى فإن شق نتف الإبط حلقة نتف الإبط بعض الناس ربما لا يستطيع يشق عليه النتف أن النتف شديد فهنا يجوز له أن يحلق يجوز له أن يحلق لكن الأفضل هو النتف الأفضل هو النتف لأن هذا هو السنة الذي جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا لأن الحلقة يكثره الذي يبدأ ويحلق يكثر كثير يصبح كثير هنا الشعر في الإبطين فلهذا الذي لم ينتف أو لم يحلق بعده فليداوم على النتف أفضل له هو السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الحلق يكثر الشعر هنا وهذا مؤذن فإذا كثره يعني يكون مؤذن لهذا يتحمل الألم قليلا ويتعود وإن شاء الله هو هذا الأفضل نعم قال هنا فلو حلقه جاز وحكي عن يونس بن عبد العالى قال دخلت على الشافعي رحمه الله تعالى وعنده المزين يحلق إبطه فقال الشافعي قد علمت أن السنة الندفة ولكن لا أقوى على الوجع نعم ولو أزاله بالنورة النورة فلا بأس النورة يعني يضع مادة يضعها في الشعر يزول الشعر يزول الشعر طيب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا قد خلق بعض رأسه وترك بعضه فنهى عن ذلك وقال أحلقوه كله أو اتركوه كله فهذا مكروه القزع مكروه عند الشافعية قال النووي رحمه الله تعالى في الشرح صحيح مسلم أجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرق إلا أنه يكون لمداوات أو نحوها وهي للتنزيح إلا إذا احتاج لذلك لمداوة مثل الحجامة ونحوها فلا بأس وأما بكل حاجة يفرح هذا طريق طريق هنا الكراهة كراهة تنزيح كراهة تنزيح عند الشافعية وهل يحرم إذا كان في ذلك تشبهم بالكفار بعض العلماء يقول ذلك من العلماء المعاصرين لكن الشافعية استدلوا بحديث في سنن أبي داود قال سمعته صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزاع وفي السنن قال أن إنه زي اليهود إنه زي اليهود فقولهم إنه يكره مع استدلالهم بهذا الحديث يدل على أنه ولو كان فيه تشبه فإنه يكون مكروها عنده لكن هذا لم يصرحوا به وإنما أكذا فهمته فهما ولم أصرح علماء بعض العلماء المعاصرين يقول إنه إذا كان في ذلك تشبهم بالكفار إنه يكون حراما لأن التشبه بالكفار حرام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فلهذا يحرص خاصة طلاب العلم عليهم أن لا يحلقوا مثل هذه الحلقات يعني التي يكون هنا أصلعا كذا كبرية واشياء كثيرة فهذا يجتنب على طالب العلم خاصة طلاب العلم يعني ينبغي لهم أن يجتنبوا مثل هذه الأمور طيب وهنا حلق الرأس ما حكمه عند الشافعية لا يسن حلق الرأس في غير النسك أو في المولود يوم السابع إلا في غير النسك يستحب فإنه يستحب في النسك ويستحب لمولود يوم السابع وكذلك الشافعية إلى أسلم وأما لغير فإنه لا يستحب الحلق عند الشافعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلق إلا في نسك فلهذا لا يستحب حلق الشعر كله طيب قال رحمه الله تعالى ولا بأس بحلقه كله لكن هذا غير مستحب بحديث عبد الله من جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم يعني جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ثم قال أدعوا لي بني أخي فجيء بنا كأننا أفراه فقال دعوا لي الحلاق فأمره فحلق رؤوسنا وتركه كله أيضا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين يعني عريض عظيم الجمة إلى شحمة أذنه عظيم الجمة يعني شعره إلى شحمة أذنيه فتربيته تركه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعلنا نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر